في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة شهد وزير الشباب والرياضة الشرف الصبحي فعاليات المشروع القومي لتدريب وتأهيل مجالس إدارات مراكز الشباب المدرجة تطويرها ضمن المبادرة ويتضمن التدريب توضيح دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية وكيفية وضع استراتيجية لتطوير مراكز شباب مصر انتهاء بحوار مفتوح حول أهمية المراكز لشباب مصر مراكز الشباب بالنسبة للوزارة وبالنسبة لنا الحقيقة مهمة جدا ومهمتنا أن احنا من خلال مراكز الشباب نخدم بلادنا ونخدم الكرة الموجودة فيها مراكز الشباب ونقدم الخدمات بشكل متكامل لأهلينا في كل شبر على أرض مصر بدورنا بنقوم بتأهيل وتدريب أعضاء مجالس الإدارات والعملين بمراكز الشباب علشان يكون الأداء الإداري بتاعهم على هذا المستوى اللي الدولة بتتمناه وبتسعى ليه التأهيل ده من كل الجوانب سواء مثلا تكنولوجي أو مالي أو إداري أو اللي هو علم باللوايح والقوانين النهاردة بنعمل فكر دورة أهلية لمدة ثلاثة أيام متواصلة وفيها نجاح وسقوط والتزام طبعا وبقيم هو بقيم الدورة في الآخر ونحن بنقيمه هل هينفع بعد كده يقود المجلس الإدارة الجديد أو يقود الشباب الجوى مراكز الشباب بتاعه دي دي مهمة جدا جدا فكرة ممتازة أن يتعامل مثل هذه البرامج التأهيلية دي بتساعد عضاء مجلس إدارة بالذات اللي هم جدد ما عندهمش خبرة قديمة إنهم يستفيدوا من خبرات الموجودين من دورات التثقيفية اللي بتتعامل من المحاضرين بنعمل تقييم للمشاكل الموجودة في مراكز الشباب